كيف نقول بالانجليزية أحتاج إيصال قبل ما أغادر نضع الفاعل وهو أنا أنا أحتاج أنا تعني I أحتاج بالمضارع البسيط تكتب بـ S أو بالمصدر طبعاً بالمصدر لأنها بعد I I تأخذ المصدر إيصال تعني A Receipt A Receipt ولاحظ أن ال-P هنا لا تنطق في كلمة إيصال ال-P لا تنطق Receipt قبل تعني Before ونضع بعدها الفاعل قبل من يغادر قبل ما أنا أغادر أنا تعني I وأغادر بالمصدر أيضاً لأنها بالمضارع البسيط Before I leave هذا V Before I leave إذن الجملة كاملة I need a receipt before I leave I need a receipt before I leave ولو عايز تحكيز مذكرة القواعد راسلنا على الخاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر